اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانفراج الأجواء أخيراً اعتباراً من الأسبوع القادم كالعادة لم تنشطنا بسؤول أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم التوضح انتشار لكميات قليلة من الغيوم في عموم مناطق المملكة كانت هي عبارة عن غيوم عالية ومتوسطة كانت بدون ثعالية لكن تحولت إلى غيوم رعادية خلال ساعات الظاهرة والعصر ننتقل الآن وياكم لتفاصيل الموجة الحارة وأيضاً تفاصيل درجات الحرارة والتوقعات الجوية خلال الأيام القادمة بدأها بايت استعراض خراءة توزيع الكتلة الهوائية من يوم الخميس وحتى يوم الأحد يلاحظ يوم الخميس سيطر الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة في عموم منطقة بلاد الشام وبالتالي سادة أجواء شديدة الحرارة ومرهقة درجات الحرارة كانت أربعينية في عديد من المناطق أيضاً درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها بأكثر من عشر درجات مئوية لكن اعتباراً من يوم الجمعة بإذن الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً وتبتعد وتنحصر الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة بشكل بطيء خلال الأيام القادمة وبالتالي هناك انخفاضات متدرجة أو تدريجية على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضاً خلال بداية الأسبوع القادم تفاصيل أكثر نستعرض بهذه الخريطة حيث توضح ابتعاد لمركز الكتلة الهوائية الحرارة الذي كان متمركز لأسبوعين كاملين فوق منطقة بلاد الشام تبتعد تدريجياً شرقاً نحو العراق والمنطقة الخليج العربي لكن كون هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة واسعة المساحة وكبيرة جداً وبالتالي سيكون ابتعادها وانحصارها التدريجي وليس مرة واحدة أي درجات الحرارة ستخفض تدريجياً خلال الأيام القادمة نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقص غالباً صافي مع 25 درجة مئوية أما بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة تقص غالباً صافي مع 34 درجة مئوية والتالي تنخفض درجات الحرارة مقارنة بيوم الخميس أما ليلة 23 درجة مئوية المزيد من الانخفاض يوم الساب 33 درجة مئوية إلى 23 أما يوم الأحد أيضاً المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أهل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام 32 درجة حرارة عظمى أما الصغرى 21 درجة مئوية بهذا من نشرتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر